وش المسارات التي اخترتها لكتاباتك فيما بعد؟ يعني من يتابع الأستاذ حماد السالمي ويقرأ عنه وعن مساره يجد أن الطائف تعتبر حجر زاوية حاضر في كل حضور لحمد السالمي وش القصة؟ القصة بدأت بأني كنت مغرم ومشغف بالمعالم التاريخية المعالم الآثارية كنت أقرأ عنها بالكتب فقبل حتى الدباب وقبل السيارة كنت أرقب على السيكل وانتقل إلى ماكن وبعدما التحقت بالندوى زودوني 1388 هجرية مندوب لهم في الطائف زودوني بكاميرا جرت الندوى جرت الندوى فصرت آخذ الكاميرا على السيكلك؟ على السيكل على السيكل أيوة بعدين على الدباب بعدين على السيارة متأخر لما 1393 عام كنت أخرج جدا فكنت أخرج وأصور وأكتب تحقيقات وأرجع للكتب أبحث وأجمع معلومات يعني من تلك الفترة إيه بس عينك ماذا كانت ترتقط؟ يعني كنت كنت تركز على إيش ديك الأيام؟ كنت أركز على الجماليات الجماليات المكان على معنى مثلا ما أجده من نقوش موجودة على سد نقوش موجودة على في قرية أثرية قديمة ماذا يعني وجود الناس في تلك الفترة هنا؟ قرية الحجاج بنوسف كانت هنا الكوثر وقرية عمر بن العاصة الوهط كانت هنا كذا فكنت أتحرج سد السملقي أكبر إلى الآن هو أكبر سد يمكن في العالم كل حجري موجود وفي الجزيرة العربية بعد سد العلم هو سد سد السملقي في بلاد ثمانة قريب من بلادنا يعني في المنطقة هذه فبعد كذا صرت أعمل رحلات إلى خارج الطايف يعني أول رحلة وأنا ثاني متواصل ثاني مع المين ثانوي 1300 92 هجرية أو عفوا 91 هجرية دعوني أهل الخرمة زملانا كانوا في المحة دعوني ورحت بالتاكسي مع سيارة وجينا في الموية لما جينا في الموية جينا بعد المغرب تعشينا مع سواق يعني معي زميل لي الدكتور عبد الرحمن العبيد الله يذكره بالخير الآن فوصلنا للخرمة لما تحركنا من الموية انقطع النور على سواق في الليل فصار يخرج رأسه بس فيه قمره ويعرف الطريق صحراوي ما فيه طرق ذيكالهي فوصلنا للخرمة دقدقنا على الناس قبل صرات الفجر على زميلنا فتحنا الباب ودخلنا وصلينا الفجر وجلس ثلاثة أيام في الخرمة معجب بالبساتين معجب بالناس اللي قابلتهم كبار السن منهم رجل لقيت الشيخ الناغور رحمة الله عليه يوم زورته كان عمره 160 سنة وكانوا أبنائه واحد عن اليمين واحد شمال واحد من أبنائه يبنى أكبر منه وعندي صور له نشرتها في الندوة على حلقات عدة الحلقات في تلك الفترة فالله يرحمه بعدين عاش بعدها وضي خبصة سنة وكتر فكنت أمزح معه وكل هذا و هذا يبنى أبوك على صيار في المزح مع الرجل فأكرموا أنا وكذا فما في بقعة في الطائف إلا أنا وقفت عليها الحمد لله وقفت عليها من حبي للمكان إلى أن وصلت إلى المعجم الجغرافي الكبير يمكن هذا ثلاث مجلدات أربعة آلاف مفردة جغرافية هذا البحث ونتيجة جاء بتفاهم بين الدكتور محمد الرشيد رحمة الله وزير المعارف أنا كنت في التعليم ومعاني محافظة الطائف في تلك الفترة فرغوني عام كامل تحت وظيفة باعث تربوي نقل وظيفتي من المدرسة إلى التعليم وفرغوني ما دخلت التعليم أعطوني سيارة وأعطوني سواك يومياً كنت أتحرك ما في بقعة في الطائف إلا وقفت عليها أسعى في أرض الله أسعى في الطائف ورصد وعاين وكتب وفي الليل أرجع وأبحث الكتب وأحضرها والحمد لله أبجأ على محور في غاية الأهمية عن بعض التحولات التي حدثت في مسار الأستاذ حمد السالمي لكن خلنا الله فاصل قصير طب اشتركوا في القناة